ازاي تفتح ملف ضريبي وتطلع البطاقة الضربية لو انت يوتيوبر او بلوجر مصري تابعوا معي هذه البطاقة الضربية زي ما انتم شاهدون وهذه شعار وزارة الدرايبة المصرية او مصلحة الدرايبة المصرية وهنا مكتوب النشاط يوتيوبر زي ما انتم شاهدون بالشكل ده السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بكم في فيديو جديد في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي فتحت الملف الضريبي وطلعت البطاقة الضربية وده مهم ليك جدا لو انت يوتيوبر او بلوجر مصري فلو الموضوع يهمك تكمل معي الفيديو ده للاخر علشان تعرف الموضوع بيتم ازاي علشان في ناس كتير قوي بتهبت في الموضوع ده وعلشان ما اطولش عليك وعلشان وقت اهمني هندخل في الموضوع على طول في البداية بس مش عاوز اصدمك واغلك انك لو ما طلعتش البطاقة الضربية ده ممكن يتعمل لك قضية تهرب ضريبي ويتوقع عليك عقوبة ثلاث سنين حبس وانا ما اصدتش اخدك والله اقول لك الكلام ده عشان تتفرج على الفيديو للاخر لان ده اصلا مش كلامي ده كلام مصلحة الضرايب المصرية المهم ندخل في الموضوع على طول الحكاية بدأت في شهر تسعة سنة الفين واحد وعشرين لما الحكومة المصرية اصدرت قرار ان كل اللي عنده قناة على يوتيوب او موقع على بلوجر وبيكسب منهم فلوس لازم يفتح ملف ضريبي علشان الدولة هتخصم ضرايب من كل اللي عندهم قنوات او كل اللي عندهم مواقع طبعا القرار عمل ضجة كبيرة اوي مبين مؤيد ومعارض ولكن هو كان قرار متوقع وكان فيه اختلاف كبير اوي مبين ناس كتير على نسبة خصم الضرايب نفسها هتبقى كام ناس تقول كلام وناس تقول كلام ومحدش عارف الصحة فين ولا نسبة الخصم بتاعت الضرايب هتبقى كام بالزبط وطبعا كان فيه ناس كتير اوي مكنتش عارفة تروح فين ولا تفتح الملف الضريبي ازاي لانه للأسف محدش طلع يوضح للناس الاجراءات او الخطوات اللي المفروض اصحاب القنوات او المواقع يعملوها علشان يفتحوا الملف الضريبي وفعلا فيه ناس كتير راحت الضرايب علشان تفتح ملفات ضربية وللأسف موظفين الضرايب نفسهم مكانش عندهم علم بالموضوع اساسا بيني وبينكم انا لما لقيت الموضوع كده كبرت دماغي وقلت استنى لغاية محد يطلع البطاقة الضربية واعرف الاجراءات بالضبط وابدي امشي فيها لغاية بقى ما حصلت حاجة مش متوقعة ايه بقى اللي حصلت ان بعض الناس راحوا للبنك علشان يقباضوا الحوالة بتاعتهم سواء بقى عن طريق حساب بنكي او عن طريق وسترن يونيون فموظف البنك رفض ان هو يقبضهم الفلوس الا لما يبقى معاهم البطاقة الضربية لغاية كده بقى وقلت استوب لازم اطلع البطاقة الضربية المهم كلمت حد معرفة في الدرايب وقلت له ويسأل لي الموضوع بيتم فين بالزبط وبما ان الموضوع لسه جديد ومحدش يعرف عنه حاجة المهم الراجل قاعد يومين يسأل ويدور لغاية ما اتصل بيه ووصف للمكان اللي المفروض هفتح فيه الملف الضريبي ولو انت من السويس كده زي حالتي هتروح مبنى الدرايب اللي في تعونيات اسبيكو قدام مسجد احد هتركب عربية الموشي وتقول السواء ينزلك عند مسجد احد وقدامه هتلاقي مبنى الدرايب المهم يوم 28 عشرة 2021 خدت بعضي ورحت على مبنى الدرايب السلام عليكم لو سمحت عاوز افتح ملف ضريبي لماذا يا فاندم؟ قلت له يوتيوب موظف الدرايب استغرب شوية كده وقال لي بس احنا للاسف فيه مشكلة صغيرة قلت له ليه؟ ايه هي؟ قال لي احنا ما نعرفش تاريخ بداية مزاولة النشاط قلت له ما اكيد سأقول له لحضرتك قال لي طيب هو امتى بقى؟ قلت له لو حضرتك عاوز تاريخ ما بدأت على يوتيوب سيبقى سنة 2019 اما لو انت عاوز تاريخ ما بدأت اكسب من يوتيوب سيبقى سنة 2021 لان انا اخدت تقريبا حوالي سنة ونص على بالمعرفة تقبض من القناة قال لي لا احنا عاوزين تاريخ بداية مزاولة النشاط لان ممكن الدولة تعمل تفتيش اليكتروني على القنوات وتعرف انت بدأت امتى بالزبط قلت له خلاص يبقى سنة 2019 تمام قال لي طب احنا محتاجين عقد ايجار قلت له للاسف ما عنديش قال لي ازاي؟ اضطت له البطاقة الشخصية وقلت له حضرتك انا ساكن في مساكن شركة زي ما هو مكتوب عند حضرتك بالزبط والشركة مش بيتأجر لنا الشؤاء انا ساكن فيها علشان انا شغال في الشركة طيب هنحتاج وصل كهرباء قلت له برضو حنا ما عندناش وصلات كهرباء احنا الشركة عندنا بتخصم استهلاك الكهرباء دايركت من القبض وبيخصموه من غير وصلات قال لي طب والعمل قلت له والله انا ولا عندي عقد ايجار ولا عندي وصل كهرباء قال لي طب ما تروح الغرفة التجارية تسأل الموضوع بيتم ازاي؟ قلت له يا فاندي مروح الغرفة التجارية اعمل ايه؟ مش الملفات الضربية بتتعامل من هنا قال لي اه؟ قلت له طيب نفتح الملف الضريب وانا بصراحة كنت مصامم ان الموضوع يخلص علشان موظف البنكة ما يحجزش القبض بتاعي المهم موظف الضرائب قال لي اتفضل استريح قعدت ورح مطلع لي ورقة كبيرة وقال لي اكتب في الورقة دي اقرروا انا فلان الفلاني ان انا بزاول نشاط يوتيوب من تاريخ كذا وان انا ما عنديش عقد ايجار وان انا ما عنديش وصل كهرباء وخلاني مضيت على الكلام ده كله بعد كده قال لي اطلع فوق سجل الاقرار الضريبي ده واختمه تعالى عملت اللي هو قاله وادت له الاقرار الضريبي اللي انا مضيت عليه واللي مختوم بختمة مصلحة الدرائب بعد كده قال لي صور منه نسخة قلت له حاضر اخد مني اصل الاقرار واداني الصورة قلت له كده تمام قال لي تمام قلت له طيب هستلم البطاقة الضريبية امتى قال لي لا انت مش هتاخد بطاقة ضريبية قلت له ازاي قال لي ما انا ما عملتلكش اصلا ملف ضريبي قلت له امال اللي انا عملنا ده ايه قال لي ده اقرار منك ان نجيت الدرائب علشان تفتح ملف ضريبي وانت هنا سايب لنا رقم تليفونك واول ما الدولة تدينا تعليمات بفتح ملفات لليوتيوبرز سنتصل بك علشان تفتح الملف الضريبي بصيت له كده واستغربت قال لي عشان كده قلت لك روح اسأل في الغرفة التجارية وبعدين بقى قلت له حاضر سبت وخدت بعضي ورحت على الغرفة التجارية سألت عن مكان موظف الضريب وروحت له السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت اعود افتح ملف ضريبي لماذا يا فاندم؟ قلت له يوتيوب قال لي طب صواني مسك تليفونه وعمل شوية اتصالات وتقريبا كان يكلم الناس اللي اعلى منه في الضريب وبعد ما قاعد حوالي تلت ساعة يتكلم في التليفون قال لي الدولة مدت لناش تعليمات ان احنا نفتح ملفات ضريبية لليوتيوبرز قلت له شوكران قطر خيرك سبت ورجعت لموظف الضريب اللي كنت عنده وقلت له ان الموظف اللي في الغرفة التجارية بيقول ان الدولة مدت لهمش تعليمات لفتح ملفات ضريبية لليوتيوبرز قال لي تمام قلت له طب وبعدين الاقرار اللي انا مضيته ده مصيره ايه ولو موظف البنك طلب مني البطاقة الضريبية اقول له ايه قال لي انت كده كده رقم تليفونك موجود عندنا اول ما يجينا تعليمات بفتح ملفات ضريبية هنتصل بيك ونقولك تعالى كمل الملف الضريبي قال لي وبالنسبة لموظف البنك انت كده كده معك صورة من الاقرار الضريبي اللي انت ماضي عليه واللي مختوم من مصلحة الضريب هتديهوله والموضوع هيمشي قلت له تمام كدترخيرك وخدت بعضي ومشيت بعدها بشهر تقييبا يوم 21-12-2021 موظف الضريب اتصل بيه وقال لي احنا جات لنا تعليمات بفتح ملفات ضريبية لليوتيوبرز فاعرب فرصة تروح الغرفة التجارية وتفتح الملف الضريبي هناك وبعد البطاعة الضريبية بتاعتك متطلع هتستلمها من عندي هنا قلت له تمام يوم 22-12-2021 خدت بعضي ورحت على الغرفة التجارية ولو انت من السويس كده زي حالتي من 노래 الملف الضريبي هناك شقدت للبطاعة السو PLA Wait a minute دخلت على الموظف الضريبي في المنزل وقلت له thought you wanted to set up a directive انت files dallريبي لليوتيوب وقلت له طلب مني البطاعة الشخصية وسألني عن تاريخ مزولة النشاط وقلت له نفس الكلام قلت له للموظف الاولاني Whether you want a positive Memero أم ل Ro including YouTube اقلت لي لا تاريخ ما بداعت تكسب قلت له تمام جاملة قلت له았습니다 3-昨天 2021 بعد كده فتح لي حاجة اسمها المناقشة زي المحضر كده سألني بقى عن متوسط المبلغ اللي بكسبه من يوتيوب شهريا وسألني اذا كان لي اي نشاط تاني على الانترنت وبالاخص البيع المهم جاوبته على كل الاسئلة اللي سألها وبعد كده مضيت على المناقشة او الورق اللي فيها الاسئلة دي المهم بقى موظف الضرايب قال لي حاجة مهمة قال لي انت كده بقيت مطالب انك تقدم الاقرار الضريبي كل سنة ولو ما قدمتوش هيبقى عليك غرامة 3000 جنيه قلت له طيب اقدم الاقرار ده ازاي قال لي على الانترنت تدخل على موقع الضرايب وتقدم الاقرار الضريبي كل سنة قلت له يعني انتو مش هتخصموا الضرايب ديريكت من نفسكو قال لي لا انت اللي هتقدم الاقرار الضريبي طيب حضرتك لا تعرفش النسبة الخاصمة تبقى كام قال لي للأسف ما عرفش المهم داني كعب كده وقال لي بعد اسبوعين بالظبط تروح تستلم البطاعة الضرايب اللي انت جيت منه بعد كده عدت فترة طويلة حوالي 3 اسابيع او شهر تقريبا كل اسبوع روح اسأل على البطاعة الضرابية وللأسف ألاقيها لسه مطلعتش لغاية يوم 17.01.2022 روح تسأل على البطاعة الضرابية لقيت الموظف بيقول لي انها طلعت استلمت منه البطاقة ومضيت على الاوراق وكله تمام وسألتوا بقى ازاي يقدم الاقرار الضريبي كل سنة على النت ايوا بقى في اي حتة على النت قال لي عن النت انت بقى مش بتاع نت وعارف اممال قلت له طيف قال لي بس اهم حاجة انك تقدم الاقرار الضريبي قبل 31-3 بعد كده ستبقى متهرب من الضرايب دي اهم حاجة قلت له 4 ألف خيرك ومشيت فهروح بقى شوف الاقرار الضريبي بتقدم في اي حتة على النت بالظبط وفي فيديو تاني ان شاء الله ههأعرفكم طريق التقديم الاقرار الضريبي السنوي هذا كان فيديو اليوم وطريقة استخراج البطاعة الضريبية وفتح الملف الضريبي لو انت يوتيوبر او بلوجر مصري يا ريت لو عجبك الفيديو او استفدت منه لا تنسى تعمل لايك و لو انت مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك علشان يوصلك كل الفيديوهات واشوفكو في فيديو جديد سلام